أنت وزارة التنمية المحلية عن استمرار استقبال طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء اعتبارا من الثلاثاء المقبل حيث سيفتح باب التصالح في جميع المراكز والمدن على مستوى الجمهورية وأكرت الوزارة على ضرورة تكاتف الجهود وتبسيط الأجراءات للتحقيق الصالح العام وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات كما سيتم كذلك تشغيل تطبيق جديد لتقديم الطلبات عبر الهواتف المحمولة لتسهيل الوصول إلى الخدمة بشكل أسرع وأسهل وقد استعدت المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات التي تبلغ 341 مركزا لاستقبال الطلبات وتسهيل العمل بها وأكدت الوزارة على أهمية المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أنواع الدعم والإمكانات اللازمة لتسريع العمل وإنجاز الملف بأقصر وقت ممكن وذلك بهدف تحقيق الصالح العام ودفع عجلة التنمية في البلاد